اشتركوا في القناة نعمة جداً وبتدفوا بقوكوا وانتوا بتاكلوها بالنسبة لمكونات الغريبة بسيطة جداً ديء وسكر بودرة وسمنة ورشة ملح صغيرة بدون اي اضافات تانية ولا بيض بيض ولا فانيليا ولا ماء زهر هي دي مكونات الغريبة هقول لحضراتكم المأدير بالجرامات وبالكباية 450 جرام من الديء الفاخر ويكون منخول 3 كبايات و3 كباية حجم الكباية 250 ملي ربع كيلو من السمنة تكون بردة بتساوي كباية 250 ملي 100 جرام من السكر البدرة يكون منخول نص كباية حجمها 125 ملي ورشة ملح صغيرة وياريت يكون عندكم ميزان لانه مهم جداً علشان الحلويات تطلع مظبوطة وتبقى زي اللي بتشتروها من المحلات ولو مفيش استخدمه الكبايات المعيارية تقسوا بيها وحاجة كمان الغريبة بتتعمل بالسمنة ما بتتعملش بالزبدة ولا الزيت أول حاجة هجيبي العجان وانزل بالسكر البدرة وبعد كده نزل بالسمنة البردة ربع كيلو ونكون مخرجينها من التلاجة قبلها بنص ساعة علشان ما تبقاش جمدة قوي وانزل بزرة الملح الصغيرة واركب الكف في العجان ممكن تضربوه على إيديك عادي وابدأ بقى شغل العجان على سرعة هدية في الأول لحد السمنة والسكر ما يبدأوا يدخلوا كده مع بعض ما تنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل لكو كل الفيديوهات الجديدة ويبدأوا ينعموا كده مع بعض وولونهم يبقى فاتح اوقف العجان وانزل كل اللي على الجوانب علشان كله يختلط مع بعضه هعلي سرعة العجان شوية وافضل اضرب فيهم لحد ما السكر ينعم تماما مع السمنة ويبدأوا يرتفعوا كده ولونهم كمان يبقى فاتح هفصل بقى العجان وهنشوف القوام بقى شبه الكريمة بالزبط لونه فاتح هو ده القوام اللي أنا محتاجاه هنضيف بقى دقيق اضرب في الأول على سرعة هدية لحد ما دقيق يدخل كويس مع السمنة والسكر وانا بضرب بوقف العجان وابدأ انزل كل اللي على الجوانب علشان كل المكونات كده تبقى متدخلة كويس مع بعض واشغل وابدأ اضرب كويس جدا جدا كل ما نعجن كتير في الغريبة يبقى لونها فاتح وتبقى قطعة العجين نعمة معانا ونعرف نشكلها عكس تماما ما كنا دايما بنقول نلم بس العجين في الغريبة الطريقة دي هي الطريقة النجحة اللي بتخلي الغريبة لونها فاتح وما تشققش ولا تبصم في ادينا واحنا بنمسكها زودت السرعة عليها في العجان وكل معجن كتير كل ما نتجتها تبقى افضل هوقف بقى علشان نشوف قوام العجينة هنلاحظ لونها بقى فاتح ونعمة جدا هي كده تمام هلم العجينة كده على بعضها العجينة بالقوام ده صعب ان احنا نشكلها فلازم نحطها في التلاجة لمدة ساعة واغطيها بالبلاستيك ولو سبتوها لمدة يوم كمان بتبقى كويسة جدا في التلاجة هشيل بقى عنها البلاستيك هنلاحظ ان هي مسكت نفسها العجينة هحاول افككها كده من بعضها انا محتاج اضربها في العجان لمدة دقيقة بس او اضربها على ايدي عادي اعلي سرعة العجان العجنة دي هي اللي بتدي الغريبة اللون الفاتح وكمان بتخليها ما تشققش مننا وقفت العجان خلاص العجين بقى شبه الكريمة ولونه فاتح لو الجو حر وحسيته ان بتلزق في اديكو وحطوها في التلاجة 10 دقايق 9 ساعة واشتغلوا بيها انا اخدت جزء من العجين والبقى حطيته في التلاجة لحد ما خلصت الكمية دي وده انتصاج بنقطة من السمنة بمنديل علشان اشكلها عندي المعالق المعيري حجمين حجم صغير 7.5 جرام وحجم وسط 15 جرام او كمان ممكن تكوروها وتحطوها على الميزان لو عايزينها بالزبط الحجم اللي انا عملته 15 جرام في ناس بتحبها صغيرة تبقى قطمة واحدة كده حاخد قطعة من العجين وابدأ بقى نعمها بايدي كده وكورها وبعد كده هديها طبيطة كده بايدي هو ده الشكل اللي هيبقى عليه الغريبة حتى بعد ما تستويه هتبقى بنفس الحجم ولا هتزيد ولا هتفرش ولا اي حاجة هو نفس الشكل اللي هدخل بيه الغريبة الفرن هو هو اللي هيطلع بعد التسوية ولو الجو حر وحاسين ان العجينة بتسيح في ايديكو تدخلوها التلاجة خمس دقايق تسقع وبعد كده اشتغلوا بيها لان الغريبة عايزة مكان بارد تشتغلوا فيه علشان العجينة تفضل سقع معاكم ومتلزقش في ايديكم وانتو بتشتغلوا بيها وتكونوا مجاهزين بقى اي نوع مكسرات حابين تزينوها بيها او اللولي اللي بنزين بيه الغريبة شكلت كل كمية العجين الساق شكلته وبططته على ايدي لكن الصينية عملت قوار وحطتها في الصينية وهبطتها هي كمان في الصينية جبت كوباية معيارية صغيرة وشوية دقيق هحطها كده فيها من ظهرها ونفضها كمان من الديق علشان لما ايجا بطت بيها الغريبة ما يلزقش فيها وممكن بغطى بارتمان تبطته بيه او اي حاجة مستوي عندكم الطريقة دي بتحفز على شكل الغريبة وبتبقى أسهل كتير بعد كده هجيبي الفوسدق اللي هزوق بيه وحط واحدة في النص انا بحب زين كله مرة واحدة بيبقى أسهل كتير بعد ما خلصتها كلها هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة مية وسبعين لمدة عشر دقايق تكون الحرارة من تحت بس ودخل عليها الغريبة في الرف اللي في النص هتاخد بالزبط سبع دقايق ما تزودوش عن سبع دقايق وبعد كده قفلوا النار عليها وخرجوها من الفرن الغريبة ما بتاخدش لون ولا من فوق ولا من تحت وهي لونها فاتح كده وأبيض خرجوها من الفرن وهتكون استوت تمامي هنلاحظ بعد ما خرجت من الفرن هو نفس الحجم اللي دخلنا بالغريبة ولا فرشت ولا شقائت بعد ما تخرج من الفرن سبوها كذا ساعة ما تلمسوهاش علشان ما تبصمش معيك وانتو بتشلوها كل ما بنسبها في الصوج بتبقى أحسن وأحسن كمان مستوية تمام ولونها فاتح من فوق ومن تحت ودي كمان بعد مص ساعة بعد ما بردت وهورها لكم بعد ما سبتها يوم في الصواني ما بتلزقش في ايدي ومتمسكة وكمان لونها فاتح هي دي الغريبة المزبوطة وتحت ما أخدتش لون وهنشوفها كمان من جوه مستوية كويس نعمة جدا وخفيفة والدب فبقوك وانتو بتاكلوها بجد أحلى غريبة ممكن تاكلوها جربوها وبإذن الله تعجبكم يا رب أكون أفدتكم ولعجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا